نصفتنا لليوم كاكل الفلافل اول شي رح اجهز الخبز التوست بشيل الاطراف وبضيف بصحن التقديم معلقة من الحمص حتى تتمازك معانا الكاكل بضيف الخبز التوست بتشكل هذا وبضيف شرايح البندورة وكمان مسحة من الحمص ورشة من الليمون المفروم نعم عندي ورق نعنا أخضر ممكن تضيفه كمان البقدونس زي ما انتو شايفين انا بقص قطعتين من التوست حتى تتماسك معاي الكاكل وما تنهار معاي أبدا فبعملها او برتب الخبز التوست عكس الطبقة الأولى بضيف مسحة من الحمص وكمان فلافل بقطحها اجت مع الحمص دقة زي ما انتو شايفين هاي ممكن تجهزوها بالبيت عبارة عن دوم مدقوق وفلفل حار وعصي الليمون وهلأ رح اضيف المخلة لللفت والخيار أما الطبقة التالتة بتكون زي الطبقة الأولى بترتيب الخبز ما نضيف عليها مسحة من الحمص والبصل الأخضر المفروم وكمان خاص مفروم هلأ الطبقة الأخيرة بتكون زي الطبقة التانية وهلأ منساوي الأطراف بالسكينة ومن زين او منغلف الكاكة بالحمص من جميع الجهات عندي المخلة للخيار واللفت بزين في حواف الكاكة وهلأ بقص الأطراف الزايدة بمقص المطبخ أما طريقة التزيين بترجع لزوقكم أو بالأشياء المتوفرة عندكم في البيت يعني ممكن تضيفوا الخيار والجزر بدل المخلل ممكن تضيفوا أي شيء متوفر عندكم في البيت أنا زينتها بقالب الكريمة وضفت الخاص والبندورة الكرازية والفلافل وشرحها من الليمون يا سلام وبهيك وصفتنا صارت جاهزة صحتين وعافية